أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يجيز لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الأمر الذي يعطي قوات الاحتلال صلاحية استخدام الجثامين للتفاوض ونددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بهذا القرار العنصري الذي يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الإنسان وعتبرته إجراءاً انتقامياً بحق الشهداء هذا وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا أن استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح في سجون الاحتلال الإسرائيلي جريمة قتل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية باستشهاد الأسير السايح ودانت سياسة السلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين التي تتمثل بالقوانين والتشريعات العنصرية وسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم